لما يجي حد يقولك أنت هتلعب تنس طاولة أو بنج بونج طبيعي أن اللعبة دي بتلاب بالإيد بس ماينفعش تتخيل لو ما كناش شفنا كابتن إبراهيم تتخيل أن حد ممكن يلعب بنج بونج أو تنس طاولة بقه لكن الرجل ده فعلا قهر المستحيل كنا بنتكلم يمكن مبارح عن ما بسانت في مقدمة الحلقة وعن تاريخه وعن مشواره وإزاي طبعا بعد ما تعرض لحادث في بوترة ذراعاه الرجل ده عمل إيه؟ الرجل ده قرر أنه هو مش عايز يقف عند النقطة اللي هو فيها دي وعايز يكمل عايز يبدأ حياته فبدأ يلعب كرة قدم قال يعني هعتمد على رجلي يعني كرة القدم بتعتمد على الرجل أكتر فأنا هعتمد لإيه؟ لكنه ما قدرش يقف كويس على رجله وما كانش فيه حالة من الابتزان تساعده على لعب كرة القدم فقرر أنه يعمل الأصعب من ده وهو أنه يلعب لعبة أصلا بتعتمد على الإيد المضرب شفتوا حضراتكم بيرمي الكرة إزاي؟ شفتوا الإرسال بتاعه عمل إزاي؟ وبيلف الكرة كمان يا بسانت يعني هو مش بيدرب بس لأ ده بيلف الكرة يعني هو رمز من رموز يعني مصر في الباراليمبكس في الحقيقة هو يعني قدنا كلنا دفع للأمام عشان أي حد عنده حلم عايز يحققه يعني يسعى لي بكل جهد زي ما أنت قلت حمدته هو صغير اتعرض لحد سايا شازلي وده حاجة ما وقفتوش ولما ما قدرش يلعب كورة اختار اللي أصعب منه البينج بونج عايز أقولك أن توكيو 2020 حطوا صورته آنمي جنب اللوجو الرسمي التمييما وهو يعني في الحقيقة أنا كل ما بتفرج عليه بحس أن أنا أي حاجة بحطها عائق لنفسي في حياتي هي ملهاش في الحقيقة وجود إحنا اللي بنحطها لنفسنا صحيح بالضبط في الحقيقة هي يعني زي ما أنت قلت إحنا اللي بنحط العوائق دي لنفسنا لكن هو زي ما أنت شايف دلوقتي هو عنده إرادة غريبة يعني في الحقيقة إحنا نحب طبعا ويشرفنا أن هو يكون معنا لما يرجع إن شاء الله إن شاء الله نحاول أكيد يكون معنا يقول لنا يعني الإرادة والعزيمة دي يعني ما شاء الله عليه يلهمنا يلهمنا والله فعلا فإحنا في الحقيقة سعيدين جدا وفخرين جدا باللي انت حققته يا إبراهيم يعني إحنا بنتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله في اللي جاي هو على فكرة هو زعلان جدا طبعا لخروجه وإحنا شوفنا الصور هو زعلان لخروجه من هذه البطولة لكنه بيوعدنا بيقولنا إن شاء الله القادم هيكون أفضل بكتير فكل التوفيق ليك يا كابتن إبراهيم